قبل الفاصل كنت بتكلم عن غزة واني كنت بقولكم انه كل يوم كنت اللي بعمله اني اطلع اعلان عن عدد الضحايا وفعلا بجد انا حاسة انه شعب غزة بقى بيخلص ما بقاش فيه ناس خلاص يعني بيبيدوهم بس انا في فترة التأمل الحقيقة شفت حاجة برضو كذبت العالم المتحضر كذبت العالم المتحضر كذبت الانسانية وحقوق الانسانية او حقوق الانسان والمساواة والشعارات الرنانة اللي بترفحها دول اوروبا وامريكا والغرب يعني عموما الناس دول يا جماعة عايشونا وهم لسنين انه هم متحضرين احنا كنا فاكرين الناس دي متحضرين الناس دي يا جماعة دمروا دول بسبب قالك ايه اصلوا ما فيهاش ديمقراطية بسبب قالك ايه قتلوا شعوب ودمروا دول عشان ايه النظام قامعي احتلوا دول بسبب قال ايه اصلوا فيه تعذيب حصروا دول اقتصاديا وجوعوا اهلها بسبب قال ايه حقوق الانسان هو فيه حاجة اسمها حقوق الانسان اصلا انتو تعرفوها يعني مش عارفة اقول لهم ايه حقوق الانسان ايه يا دول يا متحضرة يبتقولوا عن نفسكم متحضرين الناس اللي في امريكا واوروبا يعني واعلمهم ومنظماتهم ومسؤوليهم دول يا جماعة اكذوبة اكذوبة كذبة كبيرة وتفضحت بسبب غزة واحداث غزة بتوع امريكا واوروبا اللي صدعونا بحقوق الانسان وقرفونا بحقوق الانسان اللي كلما يكونوا عايزين حاجة يوم يقولك اه فين حقوق الانسان كلما يعوز يدايقنا يقولك اصله فين الحقوق الانسان دي الفزاعة بتاعتهم كانوا بيكتبوا على فكرة عايز اقولكم على تترات الافلام باهتمام شديد لم يتم ايزاء اسموا يا جماعة الجملة دي لم يتم ايزاء اي حيوان في هذا العمل انتم متخيلين الناس دي اللي بيقولوا لم يتم ايزاء اي حيوان في هذا العمل هم نفس الناس اللي بيدعموا اسرائيل بالمال والسلاح والاعلام وجيش اسرائيل عمال يقتل يوميا مقات الاطفال خلونا في الاطفال لان دول الجيل اللي هيكبر وهيجيب جيل تاني بعده فقالك اما بيد الصغيرين دول الكبر يعني هيخلصوا هيخلصوا فهو دايس على الاطفال دايس على الردع شفتوا قد ايه هم عندهم نفاق وكزم وتناقض شفتم فضيحة العالم المتحدر اعلام امريكا واوروبا اللي بيقلب الدنيا عشان المثليين والدفاع عن حقوقهم يقف يدفع عن المثليين وبعدين يجي لاطفال وردع غزة اللي بيتقتلوا وبيفجروهم وبيقتلوهم وعايز يدوا دهرهم وبيغموا عنيهم عامي وصم وبكم وصموا بكم القلب مش الحواس هنا هو ده نفسه الاعلام اللي لسانه بيتقطع ومش بيدفع عن اطفال ونساء وشيوخ غزة وهم جسس تحت الانقاض منظمات حقوق الانسان في اوروبا وامريكا اللي بتقلب الدنيا والطالب برحيل انظمة وحكام بسبب وضع حقوق الانسان لسانها اتقطع ومحدش فيهم لطالب محاكمة اسرائيل ولا جي جنب اسرائيل ولا زعل اسرائيل ولا غلط اسرائيل رغم جرائم الحرب اللي بترتكبها يوميا اسرائيل في غزة انتو كذبة وانكشفت ولا انتو عالم اول ولا حاجة ولا انتو بتوع انسانية ولا انتو بتوع حقوق الانسان ولا حيوان ولا بتوع حريات خالص ولا انتو متحضرين ابدا انتو كذبة وتكشفت وباب وتقفل واتمنى يكون الدرس ده كبير اتعلمناه في الازمة دي مفيش مساحة تانية للناس دي انها ترفع شعرات حول انسان والحرية بقى خلاص خلاص الناس دي مالهاش وجود عندنا الناس دي كانت بتبتزنا يا جماعة بس احنا تعلمنا الدرس بس انا حبيت اقولكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة